عاجل حسام حسن كابتن حسام حسن مديراً فنياً للنادي المصري إن شاء الله مبروك يالله كتبه عاجل الكابتن حسام ده قيمة كبيرة جداً وحياة أي مكان بيروح فيه بيقدي فيه بشكل رائع خلي بالك ده مطلب جماهيري يعني هناك جماهير في بورس عيد كان مطلب جماهير والفترة دي الفترة دي فعلاً كان مطلب صح فعلاً ونادي المصري محتاج فعلاً جهاز فني قوي وكابتن حسام حسن إن شاء الله من المديري الفنيني الكبار يعني الجلسة دي دي الوقت حالاً وخلاص تقرع على كابتن حسام حسن تكنت موجود في الجلسة؟ جهازه على الهوى شغالية وجهازه المعاون بيق الكامل وإن شاء الله بكرة هيبقى فيه جلسة مع محافظ بورس عيد إن شاء الله عشان يتموا الاتفاق وأعتقد مكسب كبير لنادي المصري وكابتن حسام حسن هو من صنع هذا الفريق وخلاه بعيد تماماً عن دوامة الهبوط زي ما عمل الاتحاد نفس القصة وخلاه بعيد تماماً عن دوامة الهبوط يعني كابتن حسام ممكن يلاقي نفسه في نادي المصري حسام ما فيش نادي أو فريق يشتغل معه غير ما فيه بصمة موجودة دايماً وحسام بصوبه معروف وبرهيم وجهاز المعاون هم جهاز كله بقالهم فترة شغالين مع بعض جهاز محترم جداً والفترة اللي فاتت يمكن أنا مش مستغرة لما انت قلت الخبر وقت يا مهيب لأنه كان من أسبوع عشر تيام كان زي ما كان هادي بيقول كان مطلب جماهير إن حسام بيبقى موجود في المصري إن فترة دي المصري بيمر بحالة مش كويسة عشان كده هم عايزين حسام حسام بيعرف الليم اللعبة كويس قوي بيعرف يعمل روح جديدة هو كل مدير فني ليه أسلوبه أسلوب حسام معروف بيعرف الليم اللعبة كويس قوي بيعرف يعمل تجمع كويس قوي الروح بتزيد جداً إذا كان في الاتحاد إذا كان في المصري بيطلع العيبة جديدة في كل فرقة بروحها فإن شاء الله كل التوفيق للأحسام وإبراهيم والجهاز المعاون بتاعهم إن شاء الله